طيب هنروح لمنتخب سيدات مصر بقيادة الكابتن إهاب الألفي خلاص رجعوا القاهرة بعد مفازوا بكأس تصفيات المنطقة الخامسة ومنها تأهلوا لبطولة أفريقيا القادمة يمكن دي كانت من أعنف مباريات التصفيات المنطقة الخامسة دي طبعا صورة من مباراة الكونغو الدموقراطية النهائية اللي بناء عليها تأهل منتخب مصر منتخب أغندا نقاسف منتخب أغندا منتخب مصر في البداية تعثر بخسارة من أغندا فرق باسكت وبعد كده تأخذ الطريق الأصعب قبل كنيا في قبل النهائية ورجع قبل أغندا تاني في النهائية أغندا مجنسة لعبة أمريكية والحقيقة بتحط كل مطش 20-30 بونت نجح منتخب مصر في الفاينال أنه يكسب لأنه اللي بيتأهل لبطولة أفريقيا هو الأول فقط الأول فقط التاني بيخش في حسابات غالبا ممكن يروح وممكن ما يروحش بس غالبا بيروح ولكن أنت في العادي أنت متطمن في الأول زي ما حصل مع فريق السيدات السنة اللي فاتت أو الدورة اللي فاتت من سنتين خدوا تاني وجدنا دعوة رحنا بيها فهو غالبا المنطقة الخامسة عشان المنطقة يعني قوية وفيها مستوات عالية فاتحاد الأفريقيا بيدي لك دعوة ويت كارد يتأهل به لأمم أفريقيا المنتخب طبعا فيه خماسي من النادي الأهلي والحقيقة اللي قدوا أداة كويس على رأسهم طبعا رانيم الجداوي استطعت أن تفوز بتلت جوائل شخصية إيه هما أحسن لعبة هدف البطولة برسيد 98 نقط وأفضل لعبة ارتكاز تلت كؤوس فردية فازت بيها رانيم الجداوي فيها المقابل طبعا ندين السلعوي بنت النادي الأهلي فازت بلقب هدفة 3 point في المنتخب أو على مستوى المنطقة الخامسة ولكن من اللي شارك من الفريق خمس لعبات من النادي الأهلي شاركوا في قوام الفريق اللي هو 12 لعبة من هما ثرية محمد رانيم الجداوي مرأي الأشرف ندين السلعوي والمنضمة حديثا إلى النادي الأهلي يا رأسهم اللي ملعبتش حتى الآن ولا مباراة مع النادي الأهلي لسه النادي الأهلي مضت مع النادي الأهلي وسجرت في قائمته وبعد تسريح نادي زمالك طبعا فرقته فلسه ملعبتش مع النادي الأهلي أي مباراة وعايز أقول لكم اتفرجوا على يا رأسهم الفترة اللي جاي يا رأسهم هتلاقي رعاية كبيرة جدا هتلاقي استقرار هتلاقي هدوء هتلاقي اهتمام هتلاقي موعيد تمرين سبتة دعم فاتفرجوا على يا رأس الفترة اللي جاي هتبقى أحد عمدة الفريق وطبعا أكيد بنقول أهلا بيها في النادي الأهلي وأكيد لما ترجع بالسلامة إن شاء الله نحاول نصدفها في برنامج الأبطال في معاد لا يتعارض مع تمرينتها مع النادي ومطشطها مع تمرينتها مع مطشطها